رسميا أعلنت شركة أسوس على أحدث هواتفها الرائدة وهما هاتفين من ضمنها النسخة الأعلى أسوس روغ فون ستا برو الهاتف موجه لمحبي الألعاب بالدرجة الأولى حيث يملك مواصفات رهيبة تجعلهم يمبين الأفضل حاليا من ناحية الألعاب ولتفاصيل أكثر حول الهاتف شاهد الفيديو للأخير ولكن قبل ذلك دعمونا خوط باللايك لتحفزينا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية كما تعلمون أن شركة أسوس مختصة في مجال الهواتف المخصصة للألعاب بشكل كبير فهي دائما ما تقدم لنا هواتف مميزة الهاتف يتي بتصميم رائع ومميز وفيه كثير من التفاصيل والألوان من النظر الأولى يرح لك التصميم أنه موجه لمحبي الجيمرز أيضا الهاتف يمتاز بخامات من الزجاج مع إطار من الألمانيوم كما أنه مقاوم للماء والغبار بشاهدة الابي اكس أربعة أيضا الهاتف يحتوي على أزرار لتساعدك في تجربة ألعاب مميزة وأما من الأمام فالشاشة تأتي مسطحة أيضا الهاتف يمتاز بشاشة بيمولد في الخلف وهي لعرض رسومات عند تشغيل اللعبة والشحن وغيرها والإشعارات أيضا الهاتف يتي بوزن 239 جرام وسماك 10.3 مليمتر فالهاتف سميك وثقيل الوزن أيضا الهاتف به منفذ يسبي في منتصف الإطار الجانبي ويوجد منفذ آخر في الإطار السفلي صراحة تصميم طوب وبالنسبة لشاشة الهاتف فتأتي من نوع أمولد بحجم 6.78 إنش بدقة الفول أشدي تمتاز بمعدل راهيب جدا يصل إلى 165 هرتز مع معدل لمس 720 هرتز يعني الشاشة رح تقدم لك سلاسة وسرعة استجابة رهيبة أيضا الشاشة تدعم 1 مليار لون وميزة الأشديات تشان بلاس ولديها سطوع يصل إلى 1200 نيس ولديها كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش أيضا الشاشة محمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنغ رولا غلاس فيكتس صراحة شاشة مناسبة جدا لمحبي الألعاب خاصة مع معدل التحديث الرهيب وكعادة الهاتف الرائدة فإن الهاتف لا يدعم تركيب الذكرة الخارجية ولكن الشيء المميز أنه يدعم منفذ السماعة 3.5 مليمتر ويدعم صوت ستيري قوي مع ثلاثة ميكريفون للصوت وبالنسبة للآداء فيأتي بأحدث معالج من شاركة كوالكوم حاليا وهو سناب دراجون 8 بلاس جي أنوان بدقة تصنيع 4 نانومتر مع المعالج الرسومي آدينو 730 كما أنه يأتي بنسخة واحدة للتخزين 512 مع 18 جيجا رام مع ذاكرة من نوع يو أفأس 3.1 الأسرع والأحدث فالهاتف حصل على منصة أونتوتو على أكثر من مليون نقطة لذلك الهاتف سيقدم لك تجربة راهبة جدا خاصة مع التردد العالي ومع الأزرار الافتراضية للألعاب أيضا الهاتف لديه نظام تبريد ومشتت حراري ولديه إضاءة الألوان الارجيبي في الخلف ويدعم أيضا محرك اهتزاز مع دعمه لتقنية الأنفسي أيضا الهاتف يأتي بنظام أوندريد 12 مع تحديث للنظام لمدة عامين أيضا هاتف الروك فون ستة برو يملك بطارية بحجم كبير تصل 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات ومدام أن الهاتف موجه للألعاب فلا تنتظر شيء كبير من ناحية الكاميرات حيث من الخلف سنجد ثلاث كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 والثانية بدقة 13 ميجابيكسل للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 5 ميجابيكسل وهي للماكرو أيضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K وال4K والFull HD والHD وبالنسبة لكاميرا السيلفي فتأتي بدقة 12 ميجابيكسل وأما سعر الهاتف يأتي بسعر حوالي 1300 أورو لأعلى نسخة على العموم الهاتف يعتبر من الهواتف المخصصة للألعاب حيث يدعم العديد من الميزات الرهيبة وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف هو سعره فشاركونا رأيكم في تعليقات دومتوم في رعاية الله وحفظه